دعونا نقول للروبوت تتحرك لقدام play هتحرك بعد الثانية عمل stop اي حد اظن على بلاتفوم بتاع جمال تيك هو عارف ليه البايتون بقت مهمة جدا 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 لأي حد عايز يبقى في الكارير بتاع البروغرامنج ايه هي ال play ground او بمعنى اصح ال environment او testing environment اللي هتشتغل عليها فيه اشكال كتيرة في الاغلب كل شكل ده مرتبط بميشن ننفذها اول ما هننفذ الميشن هناخد ال school بتاع الميشن دي لو احنا لو انت اول مرة تشتغل programming ما تلاقش احنا هنبدأ كل حاجة from scratch انا فعليا قادر اشوف الكود المطابق لي او اللي كان المفهود اعمله لو انا شغال بايتون من الاول click صغيرة هنا وحتشوفوا ان الكود اللي انا كتبه او بمعنى اصح الكود اللي مرسوم البيثون المقابل ليه بالشكل الوقت الغرض بان احنا بنعمله ان احنا بنعمله ان نحن بقى foundation بتاع كل programmer احسن ما يكون مية في المية بحيث ان بعد كده لما تقابلكوا اي مشكلة لو foundation بتاعي لو فاهمي للبرمجة لو فاهمي للكمبيوتر ساينز مظبوط وقوي كل حاجة بعد كده هتبقى ساحة لما بنيجي نعمل comment او بنقول function شكلها ازاي في python لما بنيجي نعمل جملة شرطية اللي هي في statement حيبقى شكلها ازاي في python فده حيسهل عليكو وقت تعلم ال python لو انتو لسه بتتعلموها at least 40% لانه لانه الريدي في studies والدكومنتد research بقول ان الناس اللي بتتعلم البروغرامن بطرق زي دي او ممثلة دي فعليا الوقت اللي بيستغرقوه عشان يتعلموا بروغرامن to professional level بيقل بنسبة اربعين في المية اهلا بيكم صالح ياسين انا المدير الاقليم الفكسروباليكس في المينا لفترة طويلة كان شغلي بيعتمد او بيركز على ال education part سواء من خلال شغل مع المدارسين شغل مع طلبة بيتعلموا بروغرامن لأول مرة او حتى مع ناس يعرفوا بروغرامن بشكل كويس بس عايزين طريقة يجربوا بيها بروغرامن بشكل احسن engaging actor ما يدوريش انها تبقى فانا النهاردة pilot project مع جمال تك انغرض منه ان احنا نستعرض اداة ممكن تبقى كويسة للناس كتيرة فيه ناس هتبقى عرفاها فيه ناس ممكن تبقى تشوفها الاول مرة development tool programming باستخدام python او حتى باستخدام البلوكس وحتبقوا قادرين تشوفوا python وان ده حاجة هنوريها لكو دلوقتي الغرض منها ان انا لو بروغرامر جديد او انا حابب اتعلم بروغرامن الناس قبلتني بسمعة الكمبيوتر science انه صعب انه محتاج ناس جينيوس ان فيه ناس كتيرة من اول مرة جربته لقيته مش مفهوم معظمنا عنده مشكلة في البداية اسمها problem solving احنا مش عارفين نبدأ من فين نحل المشكلة ازاي ايه اللي المفوض نقوله للماشين سواء كانت كمبيوتر في الحالة دي او روبوت في الحالة اللي احنا هنشتغلها معاكم لمعظمكو اللي بيبدأ بروغرامنج لأول مرة خلونا نبدأ نتفرج على البلاتفورم اللي احنا هنشتغل عليه خلونا لما نتكلم ان هو روبوتكس محدش فينا عنده روبوت في البيت ازاي فعلا هنقدر ينفذه ويا ترى كونه نفيرشول حيمنعني ان انا شوف ازاي ممكن اتعامل مع سنسرز مثلا واذا لسه حاضر اتعامل مع سنسرز واذا اتعامل مع موتورز حاضر اعمل ميشنز حاضر اشوف روبوت يتحركوا قدامي دي الهدف من الموضوع كله لو انا عايز اتعلم بايثن يا ترى محتاج على طول امعارف بايثن ولا فيه طريقة ممكن نساعدكو بيها تعرفوا ازاي تعملوا بروغرامنج وسلولي تتعلموا بايثن وتشتغلوا كودينج بايثن لو انا قريدي عارف بايثن يا ترى فيه حاجات كتيرة محتاجة اغيرها في فهم البايثن ولا هو هو عبارة عن نفس الادوات بس بدلا ما كنت بشتغل على الكمبيوتر بس بغرض ان انا اظهر حاجة على الشاشة بقى عندي دلوقتي طريقة ان انا اتعامل مع اكتويترز مثلا عندي طريقة ان انا اتعامل مع سنسرز كل ده النهاردة ان شاء الله هنستعرضوا هنروح للبراوزر بتاعنا فعليا مافيش اي نوع من البراوزرز السوفتوير هشتغل عليهم احسن بس دايما الركومنديشن بتروح نحية ان جوجل كروم حيب افضل في الاستخدام هنروح لvr.vex.com Vex هو الروبوتكس بلاتفورم اللي احنا مشتغل عليه once it loads حتشوفوا منظر زي اللي احنا شايفين دلوقتي اللي ظاهر قدامكو ده block based programming language زي ما انتو شايفين بتقدروا تروا الاوامر لكن الاوامر دي مش text مكتوب عبارة عبارة عن اشكال والtext الموجود عليها programming language زي دي بتبقى في الاغلى معمولة عشان خاطر اذا انا بتعلم لأول مرة دي اول مرة اتعمل بعض programming language بدل المجد الدماغي بالجزء بتاع ازاي اكتب الكود اللي احنا نسميه syntax اركز اكتر على ازاي افورميلات الكود ازاي اعمل program لان problem solving is a skill you can grow it you can develop it تقدر وتنموها مع شغل كتير في حين انك تبقى خبير في programming language دي practice انك تبقى عارف اكبر قدر ممكن من الادوات اللي موجودة في لغة البرمجة المتاحة قدامك الموضوع سهل جدا تعالوا نجرب هاخد اول امر شايفه قدامي drive بواضح كده ان انا اقدر اختار ما بين forward or reverse يمشي قدام او يمشي للخلف خلونا نمشي نتكلم على forward دايما في اي programming language هبقى في مكان انك تبدأ البرنامج بتاعك هنشوف هنا لما هنقول start هيودينا فين قلنا بنتكلم على virtual robotics ففي الاغلب الويندو اللي انتو بتشايفينها دي هي عبارة عن virtual window نتفرج بها على الروبوت بتاعنا واضح ان الروبوت كمل ومشغل ومشهد يوقف هنا نبدأ نتعلم ازاي نفكر مكان المشين لان ده فعلا اللي انتو بتعملوه انتو مطالبين ان انتو تفكروا مكان المشين عشان المشين تنفذ الحاجة اللي انتو عايزينها وبعد كده تكتبوا خطوات التفكير دي فانا بقول له move forward خلينا نفترض ان انا عايزه يمشي قدام لمدة ثانية واحدة بعد ثانية يوقف خلونا نوقف البرنامج مش محتاجين تقفلوا الشاشة اللي موجودة قدامكم دي خالص بالعكس لو حططوها على جنب هتسهل عليكم ان انتو بدال ما يعمل load كل مرة للشاشة لأ الشاشة تبدو موجودة قدامنا هنا ال reset هتلاقي الروبوت راجع في مكانه اللي احنا شايفينه قدامنا ده اسمه playground نقدر نغيرها لو احنا عايزين playground تبقى simpler او ما فيهاش حاجات اكتر بنسهل جدا ان احنا نغير playground هنوريكم الخطوة دي تعمل ازاي لكن تعال دلوقتي نشوف اذا انا عايز اخلي الروبوت يمشي لمدة ثانية معنى كده ان انا عايزه في الاغلب ينتظر لمدة ثانية لو انتو فكرتوا بالطريقة دي هتلاقوا ان لو رحنا هنا للمنطقة اللي فيها الاوامر ودي حاجة من الحاجات اللي بنقابلها ساعات ان الناس بتبدأ تدخل طب انا اجرب اي امر من دول واشوف مين فيهم هشتغل لا مش عايزينكم تفكروا بالطريقة دي عايزينكم تفكروا بطريقة تانية انا هنا مفترض ان انا بعمل البروجرم اللي بحاول اتحكم فيه دلوقتي ايه هو بتاع البروجرم هو الحركة بتاع البروجرم مش عايز يخلص مش عايز يوقف عند الخطوة دي بس فحلاقي ان انا وبسيت هتلاقوا ان في الدوائر الملونة بألوان مختلفة بتمثل خلينا نقول ازاي بتمثل فاميليز بتمثل جروب كل الاوامر اللي مرتبطة بغرض معين او بتقدي وظيفة معينة محطوطة تحت مظلة جروب واحدة زي مسلا الامر اللي احنا سحبناها دلوقتي اللي اسمه درايف ده محطوط تحت حاجة اسمها درايف ترين اللي كل الحاجات اللي مرتبطة بالدرايف ترين ميزة ان انتو اشتغلوا على الاداة زي دي انه هتبدأوا تشوفوا جديدة زي درايف ترين درايف ترين بتتكلم دايما على السب سيستم اللي موجود في روباتيك سيستم اللي الغرض منه ان يحرك الروبوت قدام وورا يمين وشمال بنسمي درايف ترين فهتلاقي كل الاوامر اللي مرتبطة بالدرايف ترين بالسب سيستم ده موجودة تحت الفاميلي اللي اسمها درايف ترين كنا من شوية بالقول ان احنا عايزين نتحكم في الفلو بتاع البرنامج عايزين نقف شوية لمدة ثانية فهروح لحاجة اسمها كنترول جوه الكنترول حلاقي حاجة اسمها ويت لما اخد الويت وحطها هنا حايديني واحد ثانية اقدر اتحكم دايما نخلي الواحد اتنين تلاتة بس واضح جدا ان دي بتادي لي غرض الانتظار والوحدة اللي بتقيس بيها هي الساكند لان قدام كمان شوية حنلاقي ان في واحدة تانية اسمها ميلي ساكند ان احنا متعامل مع ماشين تعا نجرب وشوف البرنامج ده هيعمليه فكل اللي علي ان انا عمله حتدوس تاني على الزرار الاسمه ستارت واشوف البرنامج هعمليه اتحرك لو ضحستو هتلاقو ان كل امر بيتنفذ بيبقى هايلايتد بيجي عليه زي البرواز اخضر بقولوك ان ده الامر اللي بتنفذ دلوقتي تمام؟ فالامر الاولان ينفعنا نتنفذ الامر التاني فعلا نتنفذ الثانية عدت بس الروبوت لسا مكمل يمشي نرجع تاني للمطلوب مننا احنا مطلوب مننا ان احنا ايه؟ الروبوت يمشي لمدة ثانية ويقف صح؟ يبقى نقصني خطأ واحدة ان انا اقوله ايه؟ اوقف بنفس الكونسب ده احنا عايزين نكلم مين؟ عايزين نكلم السب سيستم اللي اسمه ونقوله ستوب لو رجعته تاني للفامل اللي اسمه بسيته كده استعرضته كل الاوامر اللي موجودة جواها واللي احنا قدام هنعرف ان اسمها كل الفنكشنز اللي موجودة قدامها حلاني فيه حاجة اسمها ستوب درايفين تعالوا ناخد ستوب درايفين ونحطها في مكانها هنا ونقول ونرسيت البروغرم وعلى فكرة فيه طريقة حلوة جدا لو الشكل ده الفيديو ده مش عاجبكو عايزين تشوفوا الملعب او تشوفوا البلايجراوند من فرست فيو الناس اللي بتحب الجيمز هتعرفوا ده معناه ايه؟ تقدروا تغيروا الكاميرا فيو من هنا فانا كده شايف البلايجراوند كأني انا الروبوت او لو عايزة تفرج على الفيو من فوق ده الشكل بتاعه او عايزة تفرج على فيو اقرب ثيرد فيو هقدر اشوفه بالشكل دود خلونا نقول للروبوت تتحرك لقدام play هتحرك بعد ثانية عمل stop دي كده تقريبا كل البروغرامنج البروغرامنج عبارة عن ان انا اعرف ايه اللي مصدوب مني ومجرد ان انا افكر في الخطوات اللي لما تحدث اتباعا هتتنفذ المهمة او هحل المشكلة او هعمل البروغرامنج سواء البروغرامنج ده كان ان اخلي الروبوت تتحرك قدام لمدة ثانية او ان اعمل system كامل بيدير شركة في الحالتين هم نفس الحاجة السؤال يمكن تسألو الناسكم طب انا طول ما انا اشغال هنا انا ما بعملش حاجة ليه علاقة بالبايثن فعليا الكلام ده من دقيقة شايفين كل البرنامج الصغير اللي انا عملته ده انا فعليا قادر اشوف الكود المطابق لي او اللي كان المفهود اعمله لو انا شغال بايثن من الاول كليك صغيرة هنا وحتشوفوا ان الكود اللي انا كتبه او بمعنى اصح الكود اللي مرسوم البايثن المقابل ليه بالشكل اللي قد بمعنى ايه ان انا لو جيت شلت الامر ده من هنا هتلاقوه اتشان من البايثن فانتو كده هتبقوا كسبتو حاجتين تعلمتو ازاي تفكروا بقى فيه طريقة تشوفوا التفكير بتاعكو ازاي ممكن يتحول لبرنامج وفي نفس الوقت عينيكم على الوقت هتعود احنا بقى اصدنا بايه بايثن لما بنيجي نعمل او شكلها ازاي في بايثن لما نيجي نعمل جملة شرطية اللي هي في ستيتمنت حيبقى شكلها ازاي في بايثن فده هيسهل عليكم وقت تعلم البايثن لو انتو لسه بتتعلموها at least 40% لانه already بقول ان الناس اللي بتتعلم البروغرامن بطرق زي دي او ممثلة دي فعليا الوقت اللي بيستغرقوه عشان يتعلموا البروغرامن بيقل بنسبة 40% اي حد اظن على البلاتفورم بتاع جمال تيك هو عارف ليه البايثن بقت مهمة جدا 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 لأي حد عايز يبقى في الكارير بتاع البروغرامنج خطوة اضافة على جمالتك الغرض منها ان اي حد عند الرهبة مرتبطة بتعلم الموضوع المفترض يبقى اسهل بكتير جدا الخطوة التانية اللي ممكن تكون اهم احنا بنتعلم انا ممكن اكون بديفالوب بروجرام للشركة بس كمان ممكن ابي عايز اشتغل بروجرام لهاردوير فالروباتيكس هنا هو عبارة عن بيئة غنية جدا بتخليك تتعلم ازاي تتكلم مع ماشين ازاي تبرمج ماشين وحتى لو نتكلم على تطبيقات الليها علاقة بالذكاة الصناعي والارتيفاشن انتاليجنس الروباتيكس تعتبر مساحة غنية جدا انك تتعلم متشوف اللي انت تعلمته او اللي انت بتطبقه ده بيعنيك فعليا بيعنيك بمعنى ايه الروبوت بيمشي قدام بيرجع وراه بيروح يمين بيروح شمال بيقدر يدتكت الابجكت اللي انت عايز تعملها بيقدر يميز الحاجات اللي انت عايز تميزها كلنا كنا طلبة قبل كده كلنا كنا عايزين نتعلم بروجرامين وانا واحد من الناس كان عندي مشكلة ان ارتبط بالشاشة السودة الدوس برومبت ارتبط بالنتيجة لطلع منها انا كان فعلا فيه ناس جنبي اظن ان هم كانوا حيبوا بروجرامين شرطين جدا 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 جزء من اللي بعادهم عن البروجرامين ان ما كانش فيه اي ارتباط ما بينهم وبين اللي شايفينه على الشاشة انتظار الكيرسر عشان يطلع نتيجة ممل للناس كتيره الغرض بان احنا بنعمله انه يبقى الفاونديشن بتاع كل بروجرامير احسن ما يكون مية في المية بحيث ان بعد كده لما تقابلكوا اي مشكلة لو الفاونديشن بتاعي لو فاهمي للبرمجة لو فاهمي مظبوط وقوي كل حاجة بعد كده ستبقى سحنا زي ما قلنا ده البرنامج اللي كان معانا من اخر مرة زي ما احنا شايفين لو انا عايز اشتغل بايثن مش محتاجة اتعامل مع كل اللي هعمله هروح او اروح للتاب الصغيرة اللي موجودة في الباطم بتاع الويندو اللي قدامي واقول ان البروجيكت الحالي اللي انا شغال بدا لتكست بس نرعي حاجة ان احنا لو عملنا مش حين فعنرجع العكس يعني لو خدت بلوكس حولتها التكست مش حين فاخد التكست ارجعه بلوك طيب خلينا نبدأ صفحة نديدة خاصة خلينا نقول انا هنعمل في الاغلب حيسألكو اذا محتاجين تعملوا للبروجيكت القديم ولا لا بالنسبة لي انا مش محتاج اول سؤال حيسأله ايه هي او بمعنى اصح الانفيرومنت او اللي حتشتغل عليها في اشكال كتيرة في الاغلب كل شكل ده مرتبط بميشن ننفذها اول ما حننفذ الميشن هناخد الميشن انا حابب نشتغل على عشان فيه كم حاجه ممكن نجربها عليه كده انا اخترت الانفيرومنت ده معنى ايه؟ معنى اني لما اجي ارن البروجيكت الديسك موفر بليجراوند هي اللي حتظهر قدامي هي اللي حاضر اعمل عليها التست لو بصينا بالشكل ده هنلاقي حاجه بسيطه جدا عباره عن المين بتاع البروجيكت ادركت بجواه الكود فيه امر واحد محطوط جواه اللي هو خلينا يشيل الامر ده خالص او خلينا نجرب حاجه احسن ايه اللي هيحصل اقولت له start ومجرد ما اقول له start زي ما انتم شايفين بيعمل اتفقنا من المرة اللي فاتت ان انا مش محتاجة عادي الستاب دي كل مرة اعمل مرة واحدة وقف لو لاحظتوا البيثن شغاله بطريقة مختلفة عن المرة الفاتت الاختلاف هنا من سببه اختلاف في اللغة الاختلاف في الامر هنا الامر بقول حددت وحددت رقم متين الرقم ده ما لهوش اي معنى الا لما بص على النقطة اللي بعديه مليميتر يبقى انا بقول انا هتحرك قدام اتحرك لمتين ايه مليميتر طب تعال نشيل السطر ده خلص كده ونقول يا ترى هيبقى سهل ان انا اشتغل على البيثن في الانفيرومين دي بنفس اللوجيك بتاع البلوكس هتلاقي ان كل حاجة متقسمة لجروبس حسب الجروب دي بتركز على ايه في الروبوت يبقى ده بتكلم على سب سيستم يبقى بتكلم على حاجة انا هشوفها يبقى بتكلم على ممكن تحصل وقصود الافنس دي انا هعمل حاجات او هنفذ مهام دي نفس اللي احنا جبنا منها يبقى دي بتتحكم في الفلو بتاع البرنامج ودي الحتة الممتعة جدا وده سبب ان احنا نقول ان انتو ممكن تستمتعوا فعلا بشغل البيثن على البلاتفورم ده لان السنسنج هنا بعتبت بالسنسر طب الروبوت فيها سنسر هنستعرضهم دلوقتي فعليا فيه سنسر فانت هتقدروا تعملوا انبوت بشكل مختلف تماما عن اي بلاتفورم يتشغلين عليه حاليا ده السبب ان الضف جوه جمالتك ان ان انت هتقدروا تعملوا من السنسر اللي موجودة على الروبوت هتقدروا تعملوا لما بنقول في اي روبوتك سيستم بنتكلم ياما على موتور ياما بنتكلم على النيوماتيك سيستم اللي هو السيستم بيشتغل بضغط الهواء حاجة بتقدر تحرك المشين اللي موجودة عندي بعد كده الـ ممكن كلمة لحد شغال تبقى مفهومة لو انت اول مرة تشتغل ما تلقش احنا هنبدأ كل حاجة طيب انا عايزة جرب لو انا عايزة شوف مظهر انضف للشاشة اللي قدامي وانس ان انا هتلاقو بس ان الكل بس اللي ظهر مش شايف اي امر من الاوامر لو انا عايزة شوف الاوامر اللي موجودة جوه اي من دول او اي جروب من دول مجرد ان انا اضغط على الجروب واروح حيوريني كل الاوامر اللي موجودة هنا عشان كلنا هنوصل لمرحلة ان احنا مش محتاجين حد ان يشرح لنا لو بتاعنا صح مجرد ان نعرف الامر ده بيشتغل ازاي هنعرف نشتغل الـ فمجرد ان احنا نضغل على حيوريلك الامر ده الوظيفة بتاعته بيشتغل ازاي الطريقة اللي بتكتب بيها وامثلة عن الشكل اللي ممكن يبقى موجود فيه طب تعال نجرب دلوقتي نشتغل مع بعض درايف ترين عندي حاجة من اتنين حاجة انا ما بفضلهاش بما انكم دلوقتي عايزين تشتغل بايتن بيديكم وحاجة ممكن تخلي الشغلي اسهر في البداية ايه اللي يخلي الشغلي اسهر في البداية انت تقدر فعليا تدراج وتدرب امر كامل بالشكل ده وتشوفه قدامك وفي الحالة دي انت بس بتخسر الاسكل بتاعت انك تكتب كود بايدك مش معنى ان انت بتكتب كود بايدك انه ما فيش مساعدة خلص تعال نجرب نعمل نفس الكلام ده دلوقتي مع بعض لو كتبت على طول سيبدأ يركمن او احنا منسمع في البرغرامنج فيتر اسمه انتليسانس سيبدأ يسجست ايه الكلمة اللي انت عايز تكتبها فهي درايف ترين في حوله طب بعد درايف ترين سيبدأ يطلع علي كل البروبيترين او كل الخصائص اللي جوا درايف ترين انت عايز تدرايف ترين بس وتديني ديركشن ولا انت عايز تدرايف ترين دوت في اتجاه وتديني دستنس وتديني اليونت اللي حاشتغل بيها ولا انت عايز تتخليه يهد في اي اتجاه من دول اذا اي واحدة من دول مش واضح قدامكو حتدوروا عليها في المينيو اللي اسمع درايف ترين تدوس على هتعرف هي بتعمليه بالزبط بس خليني دوقتي نقول احنا درايف ترين ديركشن وقفل البراكت بتاعي ونشوف الامر ده لما حاجة نعمله هشتغل ازاي تقريبا نصرف بنفس البيهيفيور بتاع البرنامج اللي فات فاكريني البرنامج اللي فات قلنا از انا قلت للماشين بس ما قلتش ايه الخطوة اللي بعد كده حيفضل ينفذ اخر حاجة سامحها مني حيفضل يحاولي طب الخطوة اللي جاية ايه ان انا قدي النفسي مهلة ثانية وبعد الثانية دي اقول له ايه اوقف نفس البرنامج اللي عملنا اخر مرة الغرض منه بس ايه ان انتو تشوفوا ان احنا لو تعلمنا زي نفكر كل حاجة بعد كده هتبقى سهل فانا هعمل ايه هارجع للبرنامج بتاعي واقول انا بادور على ايه بادور على حاجة خليني يتحكم في الكنترول بنفس الطريق هروح للمنيو بتاع هتلاقو فيها وخلينا بقى نقول فانكشن في الحالة دي وقدام هنشرح يعني ايه فانكشن بتاخد مني حاكتين عشان تشتغل بتاخد مني رقم وبتاخد مني واحدة قياس للرقم ده فهنا هقول له قادر اعمل لها بس انا هفضل عشان اتعاول اكتب بيدي ان انا اكتبها وانا شايفها قدامي مفيش مشكلة اكتب ويت وافتح نحن براكت وان عندي حاجتين اما تبقى الون ديت بوحدة اسمها اللي كلناارعرفينها اما تبقى الون دي بوحدة اسمها ميلي ساكند ميلي ساكند كلكم عارفين الكلام دوت هي واحد علي الف من السانية ففي الاغلب انا مش هشتغل حاجة اميلي ساكند ولا تان ميلي ساكند لاني مش هقدر اشوفها مش هقدر اميزها هيقف فعلا لكن مش هالله حظ ده فانا هشتغل بالساكند ملحوظة وبعد كده عملنا اي اخر مرة قلت له اتحرك بعد كده قلت له ثانية لو ما قلت له اي حاجة خلص اخر حاجة كان ايه اتحرك ودايما انت خيالها بالشكل ده يفترض ان انت في غرفة الغرفة دي فيها لمبة اللمبة عمرها ما هتشتغل وحدها انت محتاج تدوص على السويتش لو انت دوست على السويتش وما عملتش اي حاجة بعد كده الحالة الاخيرة اللي السيستم هتشغل بها انه نور شغال ان فيه ضاقة في الغرفة لو انا طلبت منك انك تضيق الغرفة لمدة ثانية واحدة لنفترض ان في الحالة دي انت بتفكر اذا روبوت انت مش هت ابلاي حاجة اسمها كومن سنس انت مش منك لنفسك هتقول ان هو ثانية واحدة يبقى انا هشغل وسنة ثانية وطفي انت محتاج حد يقولك تعمل ايه بالظبط فانت لو هتعملو ايه هتبصة في الساعة عدة ثانية مش هتطفي اللي اذا كان حاجة بتقولك طف النور تماما دوت الاوتبوت في الحالة دي اللي هو احنا بنعمله على ايه على الموتور فهنا هرجع اقول له ايه هتلاقوا الموضوع طليف جدا مجرد ما هدوس حلقة ايه قايمة طلعت لو بسطه في القايمة دي هتنقلو موضوع سهل جدا ده بقى الكومن سنس هنا هتلاقوا مكتوب ستوب هاختار ستوب او اكتبها بايدي ارسات البرنامج ده المكان اللي احنا بالرسات فيه واقول له ايه هتلاقوا اشتغل لمدة ثانية ووقف نقدر نتفق دولات ان البروغرامنج سهلة نقدر طب احنا كنا الايلي من شوية ان فيه سنسرز لو انا عايز اشوف السنسرز ديت اشوفها ازاي في الليفت كورنر بتاع الشاشة البلاي جراوند هتلاقوا هنا سنسر فيو في السنسر فيو حيبان لكم ان في حاجة اسمها هادنج دي بتوريني الانجل ده جايرو سنسر توريني الزاوية اللي الروبوت بيبص فيها تمام الروتيشن اللي اتعملت عبارة عن واحد بيبص القدام واحد بيبص التحت والاتنين ده عندهم القدرة الايه لو بصيتوا على تحت كل واحد فيهم عندهم القدرة يميزوا اذا كان فيه اوبجيكت ولا لأ واللون بتاع الابجيكت وهنعرف ايه هي الالوان اللي بيقدر يميزها ودوة ده على اللي احنا واقفين بها بالنسبة بالانجل بعد كده فيه بمبر سويتش البمبر سويتش عبارة عن زي السويتش بتاع النور ليه حالة من اثنين يبقى on يبقى off او من معنى صح في الحالة دي بيبقى اما حاجة اسمها breast او released عندنا اثنين منهم واحد على الright ولا واحد على الleft لو بصيتوا تحت بمبر هتلاقوا الleft والright الاتنين حاليا الstatus بتاعتهم false لانهم مش مضبوطين الروبوت مش لامس اي حاجة distance اللي الروبوت ماشاها لغاية اللحظة دي هي 1239 مليمتر اقدر استخدم حاجة زي كده بناخد ال data دي ده input متشاهل في مكان هنتعالي هو موجود فين عشان مسلا هروح بس انا مش عايف ال object ده على مسافة add day او المحلاء ال object او pick it up وبعد كده اقرى value اللي بتقول انا مشيت add day عشان اوصل لل object عشان ارجع نفس المسافة الورا فيه application زريفة جدا 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 حاجة هنعملها مع بعض ده كده ببساطة introduction لل platform اللي هنستخدمه ان كل حد بتفرج على session اللي فاتت وال session بتاعت المرة دي يقدر يقول اه انا لقيت طريقة اتعلم بها ال programming ابني بها بتاعت ال problem solving اقدر افكر ازا يحل مشكلة و بعد كده مش بس كده لانا اقدر كمان اتعلم بها ال python ويبقى عندي تطبيقات امتع بكتير جدا ومن خلالها ابدأ اتعرف يعني ايه robotics يعني ايه programming بال python لروبوت وهوفيلي لما يبقى عندي access to physical robot ابقى وفرت وقته طويل جدا ان انا اعرف ازا اتعامل مع sensors وازا اقدر اتعامل مع actuators. اشتركوا في القناة